بالفترة الأخيرة يثير موضوع جداً كبير بالسوشال ميديا وعند الناس خصوصاً عندنا بالكويت أنه صار فيه هاكر لبعض الحسابات البنكية والناس بدأت تتخاف في هذا الموضوع ونعرف أنواع الهاكر وشون نقدر نحافظ على حساباتنا بشكل خاص من هذا الموضوع مع ضيفنا في الستيديو الأستاذ ناصر الأستاذ وهو مدرب بالتنويم الحائي والهاكر الأخلاقي حياك الله حياك الله يطول عمرك حياك الله يكيد ومنورني ممكن الناس أول ما تسمع هاكر على طول يد بالهم حساباتهم رح تروح عليهم انستجرام سناب شات وغيرها من الحسابات السوشال ميديا في البداية خلنا نتكلم عن أنواع الهاكرز وتصنيفاتها أول شيء يعطيك من عافية الاستضافة ومشكورين هيا شرف لنا إن شاء الله بالنسبة عن أنواع الهاكرز يتقسمون على ثلاث أخسام رئيسية الوايت هات هاكرز اللي هما القباعة البيضاء هذولا الهاكرز الزينين مثلنا الأخلاقيين بمعنى آخر أنه والله أنا إذا يعني مع همتي إني أخترق أنظمة ومواقع عشان أكتشف مواقع الخلل فيها واكتب ربورت عنها تمام ونحن نكون معتمدين دوليا أكثرياتنا بعدين تالي عندك البلاك هاات هاكرز هذولا اللي ديش ينتهك خصوصيتك يبوق أسرار يبوق ملفات مهمة يبتزك شيء من هذا القبيل تالي عندك اللي بالنص يكونون يسمونهم الغري هاات هاكرز هذولا اللي مثل ما يقولنا هيرو باي دي فيلين باي نايت أو بعض المرات أنه يكون عنده سبب مثلا والله أنا شوفها الشركة هذه قاعدة تستغل للناس تأخذ فلوسهم وغير وجه حق فيقوم باختراقهم بشكل غير قانوني عشان يوضحهم هذولا اللي ينحطون بين البينين بيننا بالنهاية هم خالف القانون يعني صحيح لو نعرف أساليب اختراق المؤسسات والحسابات الذكية شنو هي الطريقة أو الناس اللي قاعد تستخدمها بشكل بفتر أخير رقع نشوفها بالسوشال ميديا والله يشوف اللي حصل حاليا ما كان اختراق هو كان هجوم يسمونه حجب الخدمة دي داس ويكون ديستربيوتر بحيث أنه يكون موزع بشكل موسع كلمة هنا لك أنه سيرفر معين من زين اللي هو يستضيف الموقع اللي مثلا بيشتري منه ولا شي لما عدد كبير مهول يوصل لملايين الأجهزة حوالين العالم بالانترنت يطلبون يدزول الريكوست أن يبون يدشون فما يلحك عليهم فيش يصير فيطيح فيصير فيه حجب الخدمة هذا مو اختراق هذا حجب الخدمة بس ما صار اختراق الاختراق شي ثاني الاختراق أنه مثلا أدش على موقع بطريقة ما أقدر أدش على الداتابيس مالته أشوف مثلا اليوزر أشوف الباسورز مالوتا أشوف ما كاتبين ما كاتبين اللي صور بس ممكن كان هناك تشجلات حتى صوتية في ناس قاعد قول انبقت منه وقال يحطون دليل فهل هذا اختراق ولا سموا شي ثاني إذا تم الحصول على شيء من الداخل هذا اختراق لكن اللي صار هجوم الديدوس ما يعد اختراق مو ما كان اختراق أنه هجب الخدمة أصاب الشركة المالكة للسيرفر أو صاحب البزنس اللي حط شغله على السيرفر أنه ما كان يشتغل مقام يبيع مقام يشتري يعني حتى ما يقدر يوصل حق موقع عشاء سنة يشوفش السالفة فهذا مختراق طيب استاذ يمكن إذا نحن قاعد نشوف مثل ما انت ذكرت يعني النص صار عندها إذا ما عندهم هذا الوعي في هذه المعلومات هذه أنه مو أي شخص ممكن هو يخترق حسابك البنكي وأنه ياخذ فلوس بالتالي يصير عندهم نوع من التخوف ممكن تكون فيه أضرار أخرى للشركات وغيرها وحتى على الشخص نفسه بروح لي جانب ثاني دائما كل بين فترة وفترة تلقى مثلا الرقم الفلاني لا تردون عليه هذا هاكرز رح ياخذ مثلا رقام كمسترية رح ياخذ الأمور النس هذه اللي احنا نشوفها في السوشال ميديا والواتسابات وغيرها هل هذه فعلا ممكن أنه يتصير؟ ايه طبعا لأنه كلمة هناك أنه يعطيك وحتى إلى قبل شوي كان وصلني أنا واحد أنه يدد لك والله فيه تحديث جديد ولا فيه عرض من شركة معروفة انت حين لو تجرب تطيق على الوصلة يتبطط لك تشوف أن والله شعار الشركة والأمور تمام لكن شوف اللينك شوف اللينك لسبلينك شوي فيه شي غير فمعنات أن هذا مو الموقع الرسمي للشركة فهذا يعرف أنه وراء مشكلة فأنا أنصح أنه العروض هذه اللي تيكم لا تستقبلونها ولا حتى تفكرون تبطلونها لأنه فيها مشاكل وائد هذه لأنه تالي بالنهاية ممكن أن صاحب الإعلان هذا نفسه بطريقة ما يقدر أنه يطلب منك أنت تدخل يوزر والدخل باسورد أو يطلب منك تحديث بيانات معينة ويوزرك والباسورد ما لك ياخذها وروح يدشعى الموقع الأصلي وشوف عادتش يصير ممتاز أستاذ بمعنك أنت يعني مدرّف في التنويم الحائي ممكن بعض الهكارز يستخدمون هذا النوع للاختراق طبعا ظهر في الأون الأخيرة أتكلم يعني بين ثلاث إلى خمس سنوات الأخيرة نوع جديد من الهكار يسمونهم social engineers المهندسي الإجتماعيين هذول الناس مهنتهم أن يخترقون الأنظمة والشركات عن طريق الناس عن طريق الناس يعني مثلا يقدر الواحد فيهم بشكل احترافي أنه بالتلفون أو أنه يوهم الناس طبعا من لغة الجسد أساليب التنميم الإحائي الضمني أنه يديش عق الشركة نفسها يوهمهم أنه هو شيء وهو غير هذا الشيء ويديش وحتى أنه يأخذ منهم معلومات وهم بحسن نية يمكن يساعدونه ويعطونه الخط والمخيط أو ممكن أنه حتى يديش عليهم بصفة أنه إنسان جدير بالثقة أو إنسان يمثل شركة كبيرة ويمكن بهارد درايف بهارد ديسك صغير بس اللهم لا تشوف اللي تطبع لي هالدوكيمنت هذه ولا شيء يشوف يشتغل مراها باكدور يشتغل مراها اللي هو على هذا الموضوع يمكن صار موقف مع شخص أنا أعرفه شخصيا بعدين استوعب الموقف اللي صار معه في أحد الأماكن يتلى وحده فطلع من جيبة خمسين دنير عطاه ولما راحت وبعد فترة استوعب أنه أعطاه المبلغ وما كان يبيعطي فشي اللي صار معه هذا تنوم إحائيا تنوم إحائيا بالشكل اللي يسمون الـ conversation hypnosis هذا نحن مختصين فيه وندرس هذا الموضوع مو بس لغرض أنك التعلم وأنك شلون تعد المقابلة الشخصية ولا شيء لكن هم عشان تحمي نفسك هم عشان أنه تشوف من اللي يأخذ يعطي إياك هل لنا يبوقك ولا لا بس لأن هذا الموضوع فعلا ترى يعني قاعد يأخذ حيز واسع من الاختراق صحيح طيب أستاذ إذا من نسكلم من جانب آخر يعني أغلب الهكرز يتجهون للأعمال الإجرامية يعني نادر ما نلقى فعلا يكون هكرز ساعة لما ينبقى حساب مثلا الفنان ولا فنانة تلقى بعد فترة الهكرز هكرز زين رد من الهكرز لي مو زين الأمور نسى هذه اللي نشوفها شون مو ممكن إحنا نوعي نفسنا نزيد الأمن زيادة على حساباتنا في سوشال ميديا وغير هون بضبط أول شي مو كل هكر لازم يكون مخرب في هكرزينين يساعدون الناس مهمتهم أن يساعدون الناس ماخذين هذه الأخلاقيات وياهم فتوقع حتى الشركات ممكن تستفيد حق بعض الشغلات يعني شيء إيجابي موسيقى طبعا ووحا مو بس وامتد هذا المد إلى الحكومات قاموا استعين في المخترقين نفسهم أساسا اخترقها وشوف لي الغلاط وين أساسا أني أنا صلحها وكذلك حمل الحماية الشيء الثاني والأهم أنه عندك عندما أنت على مستوى الشخصي الوزر أو الباسورد لا تحط كلمة لها معنى حط كلمة مطشرة ما لها معنى بين الحروف ورقام الصغيرة ولكبيرة الرموز المهم أنها والشيء الثاني لا تحطها بتلفونك ترى التلفون بيمكن ولا الباسورد وراء كرت البنك بعد هذا لا حلو ولا قوة يكون في عهون صراحة فهذه هي أقل الأشياء التي يمكن أن نفعلها لأن تلاحظ أن الإختراقات تصير عن طريق قلة تواعي الناس الشون أو هو يحمي نفسه بالضبط مو من الشركة نفسها هناك أشياء جداً بسيطة ومم ركزين عليها بالضبط بالضبط صحيح لو نبي نتكلم عن مثلاً نحن في الكويت هل هناك فيه شباب كثيرين مثلاً نتكلم كيف يستخدمون اللي هكارز بشكل سلبي أو إيجابي ودنا نعرف النسبة هل كبيرة أو صغيرة وفي الختام نبي نكلم منك توجهها لكل شباب أو الناس بشكل عام في موضوع على الاختراق أول شي موجودين الناس الزينة والمو زينة موجودة بكل مكان وين ما تحط إيدك وين ما التأشر راح تلاقي بس أظل أقول أن الناس الزينة اللي فعلاً قلبها على ديرتها اللي تبت خدم موجودة وما شاء الله قاعد تسوي اللي عليها وزيادة يعني أنا عارف ناس حتى قام يسوون من غير مقابل بس اللهم أنه يبقى يبقى يعدلون الصورة وكل الشي يقع على عاتق الغير أنت كصاحب حساب أنت كصاحب شركة يعني هم أنت مهتمن أن تكون مسؤول عن نفسك شوية ومو غلط أني أنا أسأل وعرف أنا شي اللي قاعد يصير وياي يعني عفواً مو كل مرة بيحوشني هجوم ولا شي يحوشني الهلع من وراء لا لازم أعرف شو الموضوع أخذ كلام من الجهة الرسمية شو اللي صار شو اللي عليه الأمان شو اللي ما عليه الأمان والثقافة حلوة يعني ما فيها شي إذا أنا عرفت شين اللي قاعد يصير هني هل فعل الحدث اختراق ولا لا هل هذا الشي يدعو القلق يعني العفواً يعني حتى وإن كان يدعو القلق يدعو لأنني أخذ الأمر بجدية بس الحمد لله أني ما صار اختراق صحيح يعطيك العافي أكيد الأستاذ ناصر الأستاذ يمكن نحن نحتاج لوعي عالي في موضوع الاختراقات وغيرها والباسوردات اللي كل شخص لازم أنه يكون حريص أنه كل بين فترة وفترة يغير الباسورد يحط له باسورد يكون مو معروب حشان ما يتعرض لهذه النوع من المشاكل يعطيك العافية وشكراً على وجودك اليوم معنا يعطيك العافية رح يكون تواصلي معكم في آخر فقر من حلقتنا اليوم بعد هذا البريك